أيها الإخوة الكرام من علامات قبول الصيام والقيام ألا تسأل يا ترى هل قبل صيامي أم عملي؟ هل قبل قيامي في رمضان؟ ألا ينبغي أن تسأل ما علامة القبول؟ من علامات القبول قبول الصيام والقيام أن يكون حال العبد بعد الصيام أفضل من حاله قبل الصيام إذا فيه تبدل بعباداتك بمعاملاتك باستقامتك بعد رمضان عنه قبل رمضان فاعلم علم اليقين أن الله قبل صيامك وإذا عدت إلى ما كنت عليه فاعلم علم اليقين أن الله لم يقبل صيامك التوبة النصوح ينبغي أن نرعاها بعد رمضان من جميع الذنوب والآثام العزم على أن يكون حالنا بعد رمضان أفضل من حالنا قبل رمضان فقد خاب وخسر من عرف ربه في رمضان وجهله في بقية شهور العام شيء آخر من علامات القبول أن يغلب على المرء خوفه من الله من عدم القبول فقد قال سيدنا علي رضي الله عنه كان أصحاب النبي لقبول العمل أشد اهتماما منهم بالعمل العبرة أن يقبله الله إذا عندك قلق مقدس حول قبول عملك فأنت ممن فاز برمضان العبرة القبول لذلك قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين أيها الإخوة الكرام وشيء أخير ينبغي أن نشكر الله أن سمنا رمضان وقمنا رمضان ووفقنا إلى الصيام والقيام فقد حرم من هذا العمل العظيم خلق كثير من المسلمين أيها الإخوة الطاعة تنقضي متاعبها ويبقى ثوابها بينما المعصية تنقضي لذتها ويبقى اسمها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان القادم وما بعده ونحن في أحسن حال مع الله ومع خلقه الآن أيها الإخوة من صام رمضان وأتبعها بست من شوال فكأنما صامت دهر كله هذا حديث فيه ملمح اجتماعي وملمح عبادي وملمح صحي الملمح الصحي يعني الانتقال فجأة من صيام إلى أكل وشرب من دون قاعدة هذه مشكلة فهناك انتقال تدريجي من صيام ثلاثين يوماً إلى صيام ستة أيام قد تكون متتابعة أو غير متتابعة وفي ملمح اجتماعي لعل الزوجة أفترت بعض أيام رمضان لعذر شرعي فإذا صمت معها أيها الزوج صامت أدت ما عليها من دين فكان الصيام رحمة لك ولها لذلك الملمح العبادي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وستة بن شوال من النوافل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته أيها الإخوة الكرام كلمة أسوقها لكم للإمام علي رضي الله عنه ليس شيء شر من الشر إلا العقاب العقاب شر من الشر وليس شيء خير من الخير إلا السواب وكل شيء في الدنيا سماعه خير من عيانه وكل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه فليكفكم من العيان السماع ومن الغيب الخبر وعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا فكم من منقوص رابح وكم من مزيد خاسر وعلموا أن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه وما أحل لكم أكثر مما حرم عليكم ذروا ما قل لما كثر وما ضاق لما اتسع وقد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل فلا يكن المضمون لكم طلبه أولى بكم من المفروض عليكم بادروا بالعمل وخافوا بغدة الأجل